وخلال جولته بمدينة العالمين الجديدة تبع رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المدينة التراثية واستمع إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة المقامة على مساحة 260 فدان وتضم عددا من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة حيث بلغت نسبة التنفيذ 85% وخلال جولته بالمدينة التراثية تفقد رئيس الوزراء مجمع السينمات كما تجول في أروقة المسرح الروماني ووجه رئيس الوزراء بضرورة استغلال الفراغات في منطقة البلازة الرئيسية بصورة مثلا والتوسع في أماكن الاستراحات والعمل على استخدام نظم الإضاءة للمباني القائمة بهذه المنطقة على النحو الأفضل بحيث تظهر صورة جمالية للموقع والمنطقة بصورة عامة